اقتصادية التابعة لتومسون رويترز نرحب بك طبعا معنا اليوم سبحانه خير مياه سبحانه خير يوسف يعني سيد محمد ما الذي يجري في مصر الآن؟ والله يوسف هذا سؤال تماما صعبا في الإجابة عليه خلينا بالاقتصاد نرحل الاقتصادية ننظر إلى المعدلات الاقتصادية والتي انهارت أثر انهيار سوق المال يوم الأحد الدامي بعد التعديلات الدستورية التي انفرد بها وانفرد بها فصيل معين من فصائل الحكم في مصر فنجد أن البرسة خسرت خلال خمس دقائق فقط وده أكثر شيء يعني انفرادا في العالم أن سوق مالي يخسر خلال خمس دقائق ما يقارب من 15 مليار جنيه مصري فهذا رقم ضخم جدا هذا يعني جاء هذا هذه الخسارة نتيجة لتراكمات أيضا ليست سياسية بس تما تعويض خمسة مليارات يعني في اليوم الذي تبع لا لم يعود خمسة مليارات في نفس اليوم لا أغلقت البورصة على أكثر من 30 مليار خسارة وهذه الخسارة أيضا لم تأتي منذ اندلاع الثورة ثورة يناير 2011 ولم تأتي سابقتها منذ انشاء البورصة المصرية فهذا لو نظرنا إلى أرقام وهذه أخرى تنذر بهروب مستثمرين أجانب في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى إصمار الأجنبي وخاصة في ظل مفاوضات مع البنك الدولي وتسرب بعض الأنباء عن تأجيل توقيع النهائي الذي من المفترض أن يكون منتصف الشهر القادم فعلا هناك تسربات أكيدة أن البنك الدولي يدرس تأجيل القرد وهو 4.5 مليار دولار وخاصة أن البنك الدولي عندما يضع معايير بيضع معايير تضع في إصلاحات سياسية ووضع أمني إصلاحات مالية معينة وهذه في مصر الآن قابلة للتزبزب وصعبة تحديدها تحديد ملامحها حتى الآن كيف سيؤثر ذلك على الاستثمار الخارجي المستثمرين الذين سيحضرون للاستثمار في مصر يوسف في ظل وجود الترابات الأمنية يصعب تماما جذب الاستثمار الأجنبي الاستثمار الأجنبي يبحث بالدرجة الأولى عن استقرار أمني إذا غاب الاستقرار الأمني فالمستثم الأجنبي ليس له بديل إلا أن يذهب إلى دولة أخرى أكثر استقرارا لأنه كما يقال في الاقتصاد رأس المال جباني طيب في هذه الحالة كيف ستنعكس هذه الأحداث على الاقتصاد ككل تحدثنا عن صندوق النقد تحدثنا عن البورصة بالنسبة للشعب على الأرض لوظائفهم كيف سيكون الأثر إذا نظرنا إلى تلك الأرقام وانهيار البورصة وهروب الاستثمار الأجنبي في ظل عجز موازنة قدرة في الربع الأول من العام الحالي بما يقارب من 13 مليار دولار أو 70 مليار جنيه مصري في الربع الأول من العام 2012 هذا قد يتوقع أن يصل إلى 200 مليار جنيه مصري نهاية العام الحالي وهذا ما يعادل أو ما يزيد عن 15% من حجم الموازنة العامة المصرية فهذا رقم ضخم للغاية في ظل انخفاض أحد القطاعات الأخرى مثل السياحة وهي أهم قطاعات في الناتج المحلي انخفضت بنسبة تقارب 30% ومتوقع أن نهاية ديسمبر تصل إلى 35% وانتو عارفين تماما أن السياحة تساهم بما يقارب من 7% من الناتج المحلي المصري كل هذه مؤشرات بجانب ارتفاع البطالة بجانب استمرار الاحتجاجات السياسية حتى الآن وغدا وبعد غد في ظل يعني بالأحرى في ظل هذه الاترابات السياسية كل يوم يخسر اقتصاد المصري مليارات الدولارات ليس فقط في سوق المال ولكن في قطاعات المختلفة الاستثمار الأجنبي السياحة الموازنة العامة كل هذا يؤدي إلى نزيف أكثر وأكثر في الاقتصاد المصري وخاصة إذا تبعنا وزير التجارة المصري ووزير التخطي أكد أن الصندوق النقد الدولي ماذا لا يتفاوض على القرد كما ذكرت كما تحدثت ولكنه أشار أيضا ومن يمكن أن يؤجل هذا على كل سنتحدث المزيد عن هذه المواضيع لاحقا محمد عبدالذاهر مساعد رئيس التحرير في زاوية أحد الخدمات الاقتصادية الطابعة لطمسن روتير شكرا لك